هذه الاشتباكات اندلعت بعد ظهر اليوم على ضفتي نهر الفرات في منطقة الميادين الميادين تقع إلى الشرق من مركز مدينة دير الزور بحوالي 40 كيلو مترا في منطقة الحوائج وهي منطقة المزروعة بشكل كثيف على طرفي النهر جرى مثل ذلك الاشتباك في الواقع هو ليس جديد هو استكمالا لحالة من الاشتباكات المتقطعة كانت بين حين وآخر انما اليوم كان واضحا انها بلغت زخما كبيرا باستخدام الاسلحة الرشاشة المتوسطة وحتى القذائف دوما ما تحاول قصد الاتهام المجموعات المقاتلين الموجودين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية بالاشتباك او استهداف المسلحي قصد ونقاط قصد المنتشرة في الواقع على كل الضفة المقابلة لمدينة الميادين ولمسافات واسعة جدا في تلك المنطقة انما واقع الامر هو استكمال لما جرى من عمليات عسكرية قامت بها العشائر منذ الصيف الماضي هي كانت احيانا تصل الى ذروات عالية جدا يتم خلالها السيطرة على نقاط على بعض المواقع احيانا قوة القوى النارية للعشائر تفرض حالة من حضر التجوال بقوة الايران انما تدخل ايضا احيانا حالة من الركود او حالة من حالة البطف لعملات العسكرية لتتجدد مثل هذا اليوم بالاشتباك وخصوصا في منطقة الحوايج والمناطق المقابلة لمدينة الميادين حيث تسيطر وحدات قصد ومجموعات الأسايش على المناطق التي تقع على الضفة المقابلة لنهر الفرات على الضفة المقابلة لمدينة البيادين